إذا ما أخذ هذه المادة حتى لو ما أخذ سيالس أو ما أخذ فيقرة الشباب الكبار شوي بالعمر رايح تقصر وجوز تصير مشكلة يعني الزوجة تفكر إنه هي نصحانة أو هي مش حلوة أو كذا فعشان يقبلكوا شاركوا الفيديو عشان ممكن تنقذوا عائلات في الموضوع السلام عليكم المهندس سيد فرح مهندس العضلات نحكي اليوم في أدة مواضيع الموضوع الأول أدوية الساينس وأدوية الرشح لأن يعني بدأ موسم الشتاء واختلاف درجات الحرارة في كثير ناس قاعدة تمرض فنصيحة لوجه الله يا إخوان هذه الأدوية أدوية اللي توقف المنخير وتفتح الجيوب هاي مضاف عليها بالإضافة للبرسيتامول البرسيتامول اللي هو مثل الأسبرين ومثل الآيبوبروفين اللي هو مخفض الحرارة يضيفه مادة ثانية اسمها سودو إفدرين سودو إفدرين هي تبلش بحرف P مثل بيبسي لكن لا يلفظ حرف P فهي سودو إفدرين هذه السودو إفدرين تشتغل على الجهاز العصبي الودي لكنها نن سبيسيفك نن سيلكتف إيش يعني نن سيلكتف؟ يعني تشتغل على كل المستقبلات في نفس الوقت مثلها مثل الأدرينالين هي شبيه للأدرينالين والنور أدريناليني اللي هو بالجهاز العصبي مثل ما قلت لك وقبل هيك الآن المشكلة إيش؟ إنها تشتغل كمان قلنا على جميع المستقبلات تشتغل على المستقبل الألفة الألفة هذا إيش مشكلته؟ يعمل انقباض للأوعية الدموية وفي منطقة أنت أعرفين وين فمعناته إذا ما أخذ هذه المادة حتى لو ما أخذ سيالس أو ما أخذ فيقرة الشباب الكبار شوي بالعمر رايح تقصر وجوز تصير مشكلة يعني الزوجة تفكر إنه هي نصحانة أو هي مش حلوة أو كذا فعشان يقبلكوا شاركوا الفيديو عشان ممكن تنقذوا عائلات في الموضوع لا بسوا الموضوع مهم يا شباب لأنه هاي معلومة حتى بالوصفة تبعت أشهر الأدوية الموجودة عندنا اللي هي مضغط الرشح هاي الأدوية الوقت الرشح مش ذكرين هذا السايد إفكت هذا العارض مش ذكرينه أبدا مع إنه إذا دخلتوا وقرأتوا على الإنترنت حتلاقوا هاي المعلومة موجودة وموثقة ومن أكبر الأطباء وهو شغلة معروفة وكمان اللي عندهم تضخم بروستاتا يفضل تبتعدوا تماما عن أدوية الرشح أدوية الإنفلونزا هذي اللي تتاخذ اللي تكون مع البرستامول مخلوطة عن البرستامول لأنه يعني أنت العيار الحبتين بيكون في 500 بروستامول زائد 30 ميلي جرام سودو أفيدرين 30 ميلي جرام كافية إنها تعمل لك مشاكل وتضيق يعني تحشر لك البول وطبعا إذا أخذت كميات كبيرة زيادة عن اللزوم وما التزمت بالأربع لست ساعات أو الثمان ساعات تعمل لك مشاكل أكثر في نسبة البوتاسيوم في الدم فديروا بالكو هاي مع إنها تنباع بدون وصفة إلها عوارض والأدوية هاي مش مسحة طيب خلينا نحكي الآن على القدرة الجنسية إيش هي وكيف تحسنها ترجمة نانسي قنقر